اشتركوا في القناة زيارة ضيف المملكة المرحب به دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندا رامودي إلى المعبد الهندوسي حملت العديد من الإشارات التي توحدت بسمو مضامينها وعظيم دلالاتها السياسية والدينية فالسياسية منها أوجزت قرب التوجه واعتدال الخط السير في أهمية توطيد العلاقات الثنائية بشكل موسع بين نيو دله والمنامة وأما الدينية منها فجاء تشابه المنطق مطابقا بالمنادات المستمرة في فضاء حرية المعتقد والدين وإثبات جدارة البحرين في أن تكون الوجه المشرق للتعايش 200 سنة تعني أن هناك في الحقيقة بعد تاريخي للبحرين خاصة في قضية التعايش السلمي والتسامح ونحن في الحقيقة هذا دليل قاطع لأننا في البحرين سبقنا العالم في ذلك الوقت قبل 200 سنة لم يتحدث أحد في العالم سواء مؤسسات أو منظمات دولية عن التسامح الديني أو التعايش السلمي للبحرين أفعال تجدها ماثلة أمامك رأي العين يستحال الشك في نهجها أو التقليل من مساعيها الرامية إلى نشر قيم التسامح ونثر مبادئ الانسجام السلمي بين جميع من تطأ أرجلهم حدود أرضها ناهيك عن توفير مختلف المعابد ودور العبادة للمختلفة دياناتهم ولعل قيام هذا المعبد والحفاظ عليه لمئتي عام هو خير دليل على ما تحظى به أماكن المعتقدات المتنوعة في المملكة من رعاية واهتمام بالغين أود ونشكر جلالة الملك حمد وحكومة البحرين والشعب البحريني على منحنا كل هذه الحرية لإنشاء معبدنا هذا منذ مئتي عام عند الحديث عن العلاقات الهندية البحرينية والتي تمتد لألاف السنين تتقدم أكثر فأكثر وتصبح أقوى وأقوى وهو ما يتضح من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا رامودي من خلال مركز الملك حمد للتعايش السلمي تمكننا من جذب دول العالم إلى البحرين وإعلامهم أن بلدا صغيرا كهذا لديه الكثير لنتعلمه منها البحرين هي جنة السلام زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي إلى البحرين وفي مدة لم تتجاوز 48 ساعة أتت بثمارها على جميع أصعدة العمل المتعددة لتنضج معها أوجه التعاون المتواصل في جميع المجالات التي تخدم البلدين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة